لا يزال الغموض والتعقيد يلف مصير مدينة منبج في شمال شرقي سوريا التي تسعى تركيا للسيطرة عليها في تحركاتها العسكرية ضمن عملية نبع السلام من أجل المنطقة الآمنة التي تعمل لإنشائها ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار المعارك حتى الحدود مع العراق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام السوري دخلت مدينة منبج بالكامل مصير مدينة منبج زاد من ضبابيته ما تناقلته مصادر إعلامية روسية نقلت عن وزارة الدفاع الروسية أن آخر القواعد العسكرية الأمريكية انسحبت من مدينة منبج تزامنا مع دخول أرتال قوات النظام السوري لمحيطها وأن الجنود الروسة ينصقون مع الجيش التركي في المنطقة كذلك جاءت تصريحات لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لمجلة نيوزويك أن الجيش الأمريكي الموجود في منبج عامد إلى تأخير انسحابه الذي كان من المفترض أن يتم خلال 24 ساعة بهدف التعاون مع الجيش الروسي جاءت هذه التصريحات لتفاقم المشهد تعقيداً حيث أكد المسؤول لنيوزويك أن القوات الأمريكية باقيت في المنطقة مدة أطول مما يجب من أجل مساعدة القوات الروسية على التنقل بسرعة كذلك كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تواصل بين القوات الأمريكية وما واصفتها بالقوات الموالية للنظام السوري في منبج الصحيفة قالت أن القافلة التي تقدمت نحو مدينة منبج من الممكن أن تضم قوات أو ميليشيات روسية وبينت واشنطن بوست أن قوات النظام حاولت الدخول إلى منبج لكن الروس منعوهم عندما قالوا لهم أنهم لا يزالون موجودين بداخلها ومع نفي أحد المسؤولين الأمريكيين للواشنطن بوست مسارعة الجيش الأمريكي لتسليم مواقعه لروسيا دوناً عن تسليمها للقوات التركية أو الفصائل المتحالفة معها يبقى مصير مدينة منبج مجهولاً ومرهوناً بتصريحات رسمية تصدر عن أعلى قيادات الدول المتنازعة على تلك الأرض ترجمة نانسي قنقر